احنا ما نمنوش بالمحاكم الدولية هذي احنا على بنا بالليلوني بالنسبة لنهار الماريكان يحب يضرب دولة تقول ليلوني تحكياليها ما دام الماريكان موش حاب يضربها ما يحكيوش عليها هذو لوني المنظمة الدولية والحكاية هذو اللي تسمعوا فيهم منتع علينا نجاردن هذو الأقزام اللي راهم يهضروا على والله يا جماعة سامحوني ما زيش نهضر عليهم بس كعييت هنونا نعطيكم في أمورات ما غير نحكي لكم على مضرهم ازايا ونستنى المصارى منكم ونحن المصارى أو ياسمون الأمر مبارك شكرا لذلك ما لا يفتحوا فم تذكروا يعني Nate percent number economist يقول لهما مليحة بصبح يحكيوهما عن ملك يقول لهما اظناء الطلب الدولية وبطريق الدولية يتم تغييرها الاحتياجة تنداعون ما يوصل الهاش عندكم منظومة صحية كينيسيسية بوكو دارجان ما كمش رحين تقديو تربية طالبة تنتحها ضنك الصحة على المجتمع رح تضهور ضنك انتم مجريمين باتم معنى الكلمة وعلى الشعب انه يدافع على نفسه سيد الله ليجيتيم ديفانس ووالا اه بان موضوع الثاني اكتشفنا بانسر بعض التحقيقات الجزائر عندنا دي باندو ترزور عمريكا الجزائر شاريا دي باندو ترزور عمريكا كي ما شناوا كي ما باندو پريدان لمنشارين دي باندو ترزور عمريكا تليز بلغشان سندات تعل باندو تعل خزينة عمريكية لكن السندات هذه اللي شاريتها دي باندو ترزور اللي عندنا اقوى براي دابري لشيفر اللي عندنا تعل دميل دي باندو ترزور عمريكا اقوى 25 مليار دولار دولار هذه تجيب في واعد كل عام ايبار كل تشر سا دي باندو ترزور اللي صراح عند لزامريكا وشمن السندات تشرط مالقيناش في البدجي ناسيونال العائدات انتع هات السندات بصح سندات هذي قاعدة الدخل في العائدات انا في البحث على الميكانيزم فينانسي انا انا سبيسياليست انا معايا ناس دي سبيسياليست انا تنترى نستطيع تدكوفرير الميكانيزم فينانسي يعني ما هي الميكانيكية التي استعملوها باش يتعطي هات السندات باش يتعطي الفواعد انتع السندات هذي قاعدة تدخل قاعدة تدخل ادي كونتبونكير اكتشفنا تاني باللي صناتراك في البيل تقوم بعمليات استثمارية كما نقول احنا سبيكولاتيف ضمن دليموبيلي ايضا فينانس تاني ما عندنا حتى فكرة وين قاعدين يروحوا هذو الاسبيكولاتيون ولي فليال هذو وين هما وإكزاكتما وين بوزيسيوني الزبيسة كالدروة وش من ضروة يجيريهم ما لبنبو يعني الجزائر تسرق وتدبح وتغتصب الجزائر تسرق وتغتصب وتدبح طو سنبل لما نلموا كل المعلومات اللي عندنا بينصير كان حواج ما نزال الحالة لهم لما نلموا كل المعلومات اللي عندنا من حق الشعب الجزائري أنه ينتفض أنه يطور أنه يدافع لنفسه ليقولي طورة الجياع ويقول لكم أنا أتوله بشتور تعكم ما تكون طورة الجياع عندي ديفو كبير نعرفه جسو طريب في الكلمات أنا لما قلت طورتكم ما تكونش طورة الجياع من مفهم طورة مفهم طورة تكون تكون ريفولوسيون مع بشتركتور ممثلية او تمثلية؟ الغالب ربي مكتبش ملقيناش اللي بون فولنتين تعال صح اللي هي لكن الضرك نحن نحو سؤال انتفاضة الجياع بصح انتفاضة شاملة وعارمة علاش بسك انتفاضة الجوع راح تخلي هذا النظام يتوخر من الجاري ما لا رايقون فيها ويبدأ يقدم حلول ولو كان حلول تنفس الشعب شوية ولو كان يعني ولو كان يجيبوا وزارة جدد يجيبوا ناس باش يسكتوكم زعمة المهم كي يعطيوكم ديزاكي ديما ديما يا ايو ديزاكي ما هكذا تندبحوا وتغتاصبوا وانتو ما تفرجوا وحلي العينكم وما تديروا والو جنيه نظير ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول تيهوكم بين كابران وسرجان شافوا جودا خلقوا لكم حكايات بصح صح انتو ما تندبحوا انتو ما قاعدين تموتوا انتو ما تغتاصبوا كل يوم بنك هذك اللي يركب في البابور ومات في البحر او موش هو اللي يركب النظام الجزائري هزوا من ضارك حطوا في البابور وغرقوا ومات لانه سبب انه حكم برحل انه ما يمنش بالبلاد وما عندوش عمل فيها وكي تهدر معها يقولك نحلبوها بلاد النظام اللي يخرج اولادنا مهابل تهدر معه اه هذو كل كفار هو حاكم البابور يموت قادر يموت بصحيح الحكى عند بلاد الكفار سوف يدير خلقوا مجتمع ديجا لازمو بسيكاتر اذا كان الانسان الواعي حرام تقتلوا اذا الانسان اللي مرتون تايا وخليتو موش واعي سي انكر دوبل مو حرام انك تقتلوا تمرمدوا صوفيان بن خالد سلام الياس كالسان الانتراح ديجان فرنس ورسي 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 وشوفة حبيبي رسي عندها او با پره منمم انترى 7 او 8 مليار سلاح فرنسا هي اللي حاكمة 40% فرنسا الاجريان اللي تشري منها تزاير السلاح فرنسا اذا اذا كان المريكان حاكم لازون اين وين تكون ريحة او تتعقز سين الامريكان المشيئات لأنه يتجيل في السعر المشيئات المشيئات موضوع المشيئات ثلاث أسابيع المشيئات قال نافتح الاحتياط راشين قالتا ناتاني نفتح والهند مشات معاهم الناس رأي اتفاق كبير ما توله تولوش جاز عليكم مرور كرام